الخبر طائرات روسية قصفت اليوم الثلاثاء مستشفى في ريف حلب الغربية المحصلة ثالث مستشفى يتعرض للاستهداف خلال 24 ساعة ويبدو أن مستشفى بغداد في بلدة عواجل الذي تعرض للقصف بصاروخين ارتجاجيين قد خرج عن الخدمة وتدمر بشكل شبهي كامل كما نقل ناشطون أن عددا من الأشخاص أصيبوا في غارات جوية روسية استهدفت مستشفى أنصار انترنشنل في بلدة المنصورة بريف حلب الغربية أيضا القصف أصفر كذلك عن إصابات في صفوف أعضاء الهيئة الطبية وأضرار مادية كبيرة كما طال القصف مستودعا للأدوية في البلدة وكان الطيران الروسي شن أواخر سبتمبر أيلول الماضي حملة مماثلة على المستشفيات العامة والميدانية ومراكز الدفاع المدني داخل مدينة حلب وريفها ما أدى إلى تدمير وتضرر كثير منها وتسبب القصف حينها في مقتل أطباء وممرضين وعاملين في المجال الطبية عسكريا قالت مصادر إعلامية إن فصائل تابعة لجيش الفتح صدت محاولات لقوات النظام والميليشيات الموالية لها للتقدم على جبهات لعويج شمال حلب وجبهة عقرب وسوق الجبس غرب المدينة وقتلت عددا من عناصر النظام في الاشتباكات وغير بعيد عن معارك فك الحصار أعلنت أغلب الفصائل العسكرية العاملة في الأحياء المحاصرة بمدينة حلب عن تشكيل مجلس قيادة حلب وعبرت في البيان المصور أن التشكيل الجديد يأتي بهدف التصدي لهجوم قوات النظام والميليشيات الموالية لها على الأحياء الشرقية من المدينة أفضل يخطي معك معك